الله يعطيك ألف عافية صديقي وأخي طالب الأول ثنوي إحنا في صفحة تسعة من كتابك كتابك صفحة تسعة في سؤال خمسة حبيت ترجع للحلقات اللي قبل عشان تحضر الأسئلة اللي قبل والشرح وتحضر كمان كيف بنقرأ كيف بنحل كيف بنسوي هذا المحترم حكا هيك وقت time with my friends مع أصدقاؤك لكي يسترخي التاني بقول I read a book and bake cakes بعمل cake for my family شكرا أنا بالنسبة إلي I go for a walk بحب أمشي أخوان أنا بموت في المشي and drink وبشرب some coffee بشرب قهوة طيب شكرا تعالوا هون للحكي الصح طبعا أنا الفقر اللي فوق يا أخوان بالدرجة أحط عليها أسئلة ما بعبي راسي هذا الشغل اللي يلا يعطيك ألف عافية لا 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 هذا الحكي ما هو زين طال عمرك نجي هنا نكمل الصفحة 9 ونرجع حق الأسئلة بقول adjectives vocabulary أوه طيب أجع بالي أفهمكم شو هي ال adjectives شوفوا يا أخواني يا حلوين ال adjectives أستاذي هي أحد أقسام الكلام التمانية باللغة الإنجليزية أحكي لكم شو هي طيب على أساس أنه احنا خلصنا خليني أطلع أمسح الحكي اللي فوق وأستغل المكان هذا كله يا تو خليكم معي ثانية بكبر المساحة مش راح تتغلبوا ولو أني والله مش حابب لا مش حابب أستاذ بركي طبعتها هذي وصارت هيك الطلاب أنه يستخدموها يتعاملوا فيها طيب خليني هون عفوا خليني هون أنا أحكي لك adjectives يا أخواني هي إيش هي صفة الإسم تمام أنا عندي أقسام الكلام باللغة الإنجليزية تمانية عندي أول واحد nouns عندي الثاني pronouns عندي الثالث الثالث يا جماعة الخير اسمه adjectives اللي هي الصفات الرابع ولاحظه نزلته لتحت اسمه verbs الخامس يا حبايبي اسمها adverbs وهاي أخت الصفات هلأ بحكي لكم شو هم السادس يا جماعة الخير وأنا بدي أنزله لتحت شوية اسمهم prepositions والسابع يا أخواني اسمه conjunctions والثامن يا جماعة الخير اسمهم interjections تعالوا interjections وقبل بدي أحط في اللون الأسود الاختصار للمهمين منهم عشان درس الاشتقاق اللي بتسمعوا عنه من أول من ولدته اللي بيخافوا منه الناس اللي مش شاطرين هذا هيك اختصارات هم هدول بس اللي بهموك اللي بهموك اللي بهموك هاش أربعة بهموك اختصارات هم وأول خمسة بهموني كشرح أنا اليوم رح أحكي لك عن هات بس رح أحكي لك شو علاقته باللي فوق بعد ما أسميهم أول إشي هاي الأسماء هادي الضمائر هاي الصفات ليش حطيتهم هون وجسمتهم لأن الصفات بتوصف لي الضمائر أو الإسم خصوصا إنه الضمائر والإسم هي عبارة عن كلمات تدل على أشخاص أو مكان أو إشي يعني نفس الإسم محمد ضميره هي أو آي الـ verbs اللي هم الأفعال الـ adverbs اللي هم الظروف والـ prepositions اللي هم أدوات الجر بديش أسميهم حروف لأنه والله ما هن حروف conjunctions اسمهم أدوات الربط وinterjections اسمهم أدوات أو صيغ التعجب إذا حابب يا صديقي العزيز تحضر حصة مفصلة جدا 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 عن هدول رح أتأكد أني أحط لك الرابط عند الدقيقة 5 و 18 ثانية بإذن الله تعالى أو قبل أو بعد أو خلال طيب إحنا درسنا عن الـ adjectives شو هم الـ adjectives هم الصفات شو الصفات كلمات توصف للأسماء أو بتوصف للضمائر أو بتوصف أنفسها تهتم مش لكلمة بتوصف أنفسها لأنه اللي حطها شوية يعني يعني خلاص فهمها المحترم read the adjectives in the books يعني شوف أستاذ أنا بدي أحكي لك هيك الـ adjectives أستاذ ممكن تجيني هيك مثلا she is a good girl good هادي عبارة عن adjectives عرفت لي مين البنت ممكن أعمل جملة بدون هذا الحكي الفاضي يقول لك she is good هايها أجتني في مكان تاني بعد هذا الفعل بديش أدخل في التفصيل بدي أسليك وأعلمك بديش أدخل في التفصيل تصير تحكي لي صعب هنا بقول لك اقرأ الصفات which words have positive ايجابي meanings معاني and which ones have negative meanings عندي هنا ضد متضادات بيسموهم بالانجليزي opposites positive والnegative meanings تعالوا نشوف happy معناها سعيد grateful معناها ممتنة worried معناها قلق stressed معناها مضغوط tense معناها متشدد great معناها عظيم confident معناها واثق واسي sorry 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 oh لا ارجع خلص بديش أعدلها واثق upset معناها من زعج أو غاضب أبوك إذا صار upset أنت بتروح في حوض النعنع تعال positive يا حبايبي happy صح إذن إيش أخدتها grateful نفس الإشي grateful ممتن worried قلق أخذناها stressed قلق tense tense هيك شاد عحاله great عظيم confident واثق وآخر واحدة upset اللي هو منزعج ومعصب شوف لياهم يا حبيبي ونقل لياهم عدفترك عشان تكون أنت زلمة محترم هم أربعة وأربعة هون صاروا هيك تعال لي هون read the adjectives from the books again قرأ لي الصفات أوكي قرأناهم when do you experience these feelings تعال نشوف I feel فراغ خلينا أكبر بما أنه بكبر خلينا نكبر هيك شوي بالأحمر I feel شيل لي كلمة tense when I وشيل لي هاي I feel when I am وشيل لي هاي تعالوا نحكيهم لأنه هذا speaking I feel happy when I eat لما بأكل بطير I feel worried بقلق when a policeman stops me لما بوقفني شرطي عشان يخالفني I feel grateful when someone helps me لما حد بساعدني بكون grateful I feel great when I help someone I feel confident when I explain the lessons بكون واثق لما أنا بشرح لدروس وبيديش أحكي عن هدول لأنه أنا زالا ما بحبش الصفات اللي فيها عصبية writing أيوان أيوان يا محترمين بموت بهذه الحصص حصص writing is my playstation write two paragraphs paragraph يعني فقرات about two activities عن نشاطات اتنين you and your family انت وأهلك do together to relax يا سلام حاضرين يا سيدي مع أنه أنا يعني كمحمد الأسود للأسف I don't spend much time with my family because I need to work للأسف يعني كمان يعني أهلي يرضوش يأرقلوا يعني أنا محبش أكون في مكان بدون أستغل الوقتي هذا مش تشجيع يعني أسف بس يعني I'm telling something يعني as we are speaking I am telling something to you guys طيب هيفرغت هون مكان رح أبلش أكتب هون اللي هو تحت كلمة family رح أبلش أكتب هون وأسرق من هون وأرجع هناك عشان هيك يا حبيبي بدك تركز معي انت okay let's see what's gonna happen طبعا أنا بكتب هون عشان قدامك انت على الدفتر يا حبيبي paragraph one بحكي إيش two activities you and your family do together هادي بس أش كانت اكتب هتيز ترلاكس I actually في الحقيقة enjoy enjoy بس تمتع spending time with my family كيف we we go out on fridays we go we go together we go out on fridays we set we set a place أو بلاشت أحكي set خلنا أحكي we think we think you think about a place to go to that place that place that place should be nice and and nice and full مليان full of positive energy طاقة إيجابية هاي paragraph we usually include منتضمن include food to أو in our plan عادة تتضمن خطتنا أكل so most of the time our choice is going Rahikoon is going to be a restaurant percent على أغلب بيكون مشوارنا على مطعم وبدي أحكي لك أنا thank you for watching وبدي أحكي لك تنساش يا صديقي المحترم تسوي subscribe like share وهاي الصفحة كانت رقم تسعة لذلك بدي أنا شو أعمل يا حبيبي بدي هلأ أسوي فيديو فيو extra questions على القطع اللي فوق الثلاثة زي ما وعدكم عشان لما تيجي بس شو بدي سوي يا ربي مش عارف بدك أنت تفتح الكتاب وأنا أروح وين أنا أروح على هادي بس هذا رح يكون في الفيديو الجاي لأن أنا هس يعني انعست وصرت شايف لك اديك أرنب باجي هون أنا شايفين كل هدول أشياء درسين هم أنا والطلاب الحمد الله يا ربي إنك إيش بتمكننا من إنه نساعد بعض هديك هتكون باج 8 فأنا رح أعمل هيك رح أقول لك هذه حبيبي questions أسئلة on page 8 تمام رح يكون عندي إيش أول واحدة زينب ورح أكتب لك الأسئلة بعدين أندي بعدين كمان واحد المهم برجع لهون عشان أنهي وإنت شايف الصورة هادي قدام وجهك وتذكر إنه إن شاء الله مع بعض رح نتأسس ونصير أحسن وأحسن وأحسن وتذكر منه إحنا هون خلصنا لصفحة 9 وشكرا إلك يا محترم وروح نعم اعمل زي هدول الناس عشان إيش تصحى بكرة نشيط وأمورك تمام شد الحيل كان معك الأستاذ محمد الأسود من منصة وتد التعليمية اللي بتقدم مواد التوجيه على شكل بطاقات وكمان في المدارس المستقلة الدولية وكمان معي ماجستير وبكالوريس اللغة الإنجليزية وأدابها عشان هيك أنا قاعد بدرس فيك مش إني بدرسك من الباب للطاقة لا شهادة ولا إشي بس أنه أنا شاطر بعرف ورحمة الله وبركاته خذ رابط الفيديو انسى خاصة صفحتك في اليوتيوب وعلى الواتساب تعمل معروف